اسم التجربة المواد العازلة للحرارة Heat Insulation Materials الهدف من التجربة التعرف إلى بعض المواد التي تمنع انتقال الحرارة إلى الوسط المحيط بها عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة التعامل مع ميزان الحرارة بحذر أدوات التجربة ثلاثة أنواع مختلفة من الأقمشة قطن، صوف، نايلون مغلفة حول ثلاثة كؤوس من العصير البارد ثلاثة موازين حرارة ساعة توقيت خطوات إجراء التجربة نحضر كؤوس العصير البارد ونضعها على طاولة في درجة حرارة الغرفة نضع في كل كأس ميزان حرارة ونأخذ القراءة المبدئية لدرجة الحرارة نقيس درجة الحرارة كل خمس دقائق نلاحظ تفاوتاً في درجات الحرارة بسبب انتقال الحرارة من المحيط الخارجي ذي درجة الحرارة الأكبر إلى العصير ذي درجة الحرارة الأقل النتائج تعتمد عملية انتقال الحرارة من الوسط الخارجي إلى كؤوس العصير على نوع القماش المستعمل لعزل حرارة الكؤوس عن المحيط الخارجي حيث ان الصوف والقطن قد حافظاً تقريباً على درجة الحرارة بينما لم يستطع النايلون أن يعزل المحيط الخارجي عن العصير البارد